في بداية ترأسها للاتحاد الأوروبي، فرنسا ترفع سقف طموحاتها لأوروبا قوية وذات سيادة، وترفض استثناءها من محادثات أمنية حاسمة بين الولايات المتحدة وروسيا مقرر الأسبوع المقبل. ومن باريس، وفي رسالة تسبق المفاوضات، شددت رئيسة مفاوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فوندرلاين على أهمية أن تكون أوروبا طرفاً في أي مفاوضات بين موسكو وواشنطن، ولفتت إلى أنه ليكون هناك حلاً إلا بحضور أوروبا. وذهب الرئيس الفرنسي أبعد من ذلك عندما أكد ضرورة أن يطرح الاتحاد الأوروبي تصوره لهندسة الأمن الأوروبي على طاولة المحادثات الأمريكية الروسية. وتتقاطع هذه التصريحات مع رؤية حلف النيتو التي تقول إنه لا حل لأزمة أوكرينيا من دون أوروبا، وذلك بالتزامن مع تحذيره من اندلاع صراع حقيقي في ظل استمرار الحشود العسكرية على الحدود. تصريحات تعكس المخاوف الأوروبية من الاجتماع الروسي الأمريكي المرتقب الذي سيناقش نظام ضمانات أمنية لخفض التوترات العسكرية في أوروبا. حينها ستجد أوروبا نفسها عند مفترق طرق وحيدة حيال ملفات دولية شائكة أبرزها الأزمة الأوكرانية. وتسعى باريس لاستعادة مكانة التكتل دوليا من خلال التحرك في الاتجاهات كافة والتنصيق والتعاون مع الحلفاء لإدارة الملفات المعقدة والمتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة. وهو ما أفصح عنه ماكرون عندما أشار إلى فتح نوافذ حوار مع واشنطن وموسكو عبر اتصالات هاتفية مباشرة مع ناظريه الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتن. وأشاد بما وصفه بالتنسيق المثالي بين الأوروبيين والأمريكيين بشأن الاجتماع. وبالموازات بدى الرئيس الفرنسي أكثر مرونة مع روسيا حيث اعتبر أن الحوار معها ليس تنازلا بقدر ما هو تقييم للخلافات بين الجانبين. وكشف عن لقاء قريب مع بوتن.